اعطيك يا جماعة التسجيل ببنى عن الناس كلها. تمام? او يا بب. حلوة. طيب. على فكرة لحد اه لحد اللوب او لحد جزء من اللوب كده هتلاقي الفيديوهات دي كلها متسجلة على بتاعتي. خص? اه عايز تروح تنزل بليلست نزلها. اه بص عايز تنزل الفيديوهات وتنشوها منكم وبعض يا جماعة انا مبتقش عندي مشاهدات ولا مش عارف ايه. انا انا يفرق عندي لص اه يعني يفرق عندي منك تستفد. سيادتك تستفد. خلاص? فهنا عندك عندك جزء تسجله. ممكن تقيده مرة وتم تلكها. وعندك بليلست عبارة عن فيديوهات قصيرة ست سبع دقايق مركزة جدا. ممكن تروح ايه? ممكن تروح ايه تسمع. بس هي لحد اللوب. احنا النهاردة هنكمل فيها بعد اللوب. يعني هي لحد اللوب بس. خلاص? وان شاء الله انا هكمل الجزء ده. وان شاء الله هحاول جاهدا ان على اخر التن مسلا يكون عندك مسلا عشرين خمسة وعشرين فيديو كده. هما ملخص ايه? ملخص المادة. عايز بس يا ما اتطمن. اه المتر ما عندكو امتى? يعني احنا دلوقتي الاسبوع الرابع والخمس. عندي كده اه اه يعني من الحور ده. حادي مركز كده. احنا دلوقتي الاسبوع الرابع ولا الخامس? ايه دكتور الخامس. يعني يعني ده خامس? هيبدأ الخامس. يعني الاسبوع ده ايه? دي محوضة ايه? رابعة? انا كان لك لك شافور. حسب ما ما انا عارف. ايه. حارب. حارب. يعني انتم ان شاء الله بدي حالة الميت ترمي. قدامكم ايه? ايه? بيبقى في السابع والتامنة ده. يا السابع والتامنة. طب بما انكم تقريبا اول فترة فاعتقد انتم السابع. صح كده? يعني المفروض ده قدامنا اسبوع او اسبوعين اسبوعين وهو الاسبوع التالت. عشان ان شاء الله جماعة قبل قبل الميت ترمي عشان انا عدت ان انت حمز راجعته ببيرة. خلاص? فعشان ما يدعش مننا ان شاء الله. يعني المحاضرة اللي هي قبل المتر. هنحاول نعمل كده مراجعة شاملة. آآ الاسئلة شكلها ازاي? بتيجي ازاي? نفتح المواضيع عشان سيادتك تدخل المتر وان شاء الله يعني يعني مش همك بس الدرجات. يعني انا مش عايزك تروح تدور على الدرجة آآ ايه? وعلى تقدير ايه? لأ هتقل داخل فاهم ومتطمن ومرتاح. وفي نفس الوقت تجيب درجة كويسة. تمام? فانا ما عشت يا جماعة نبهوني كده. سعب بس راح كده فنبهوني ان المتر والله الاسبوع الجاي. الاسبوع اللي بعده. تمام? طيب. تعب هنكمل الجزء بتاعنا. اخدنا جزء آآ محترم من آآ طيب. آآ والنهاردة برضو هناخد جزء كبير. كمع ليش استحملوني? مش كبير قوي يعني. بس ايه? ما نقلقش. بس اهم حاجة يا جماعة. آآ اللي همني بصورة كبيرة. الجزء اللي تشرح. الجزء اللي تقال هنا في المحاضرات الالاون لاين. واصل ولا مش واصل? هم? الناس ترد علي. لو في اي مشاكل قولي. لأ تماميه. لأ انا انتش دي. اه? محدش جامل. اه? محدش جامل. اه? قول. قول لا لأ في مشكلة في كزا. عندي مشاكل في كزا. كلمة ولا اهمك? طيب. طيب. حد بقى من المرة اللي فاتت. لما قلت فيه كزا موقع كده. اه? بيديني حاجة اسمها بروبلم سولدينج. وديدك كده كزا مثال كده. بحطي لك كزا لينك كده. حاجة اسمها حاكا الرنك واااا وكود وكده. هل في حد كده تجاوب مع الحوار ده وراح يشوف المواقع دي بتاعت ايه وبتعمل ايه? اه اه وبتلا يحل كده ولا مسألة او مسألتين? اه? اه 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 اسمها اه اه بتقوليها حضرك فضل? طب انا دخلت على الموقع وشوفته بس يا دكتور لكن لسا ردقتش تشتغل فيه. طيب ماشي اوكي ماشي. في حد يا جماعة بدأ? اي حد بدأ? هم? عادي يفرحني كده. اه دكتور. اه? حليت كم مسألة? اوه اوه ما خلصت المحاضرة المرة فاتت دخلت وعملت ايميل وحلت مسألة وطلعت تاني. زال انت كده انا كده ماشي واحد يقول لي ايه ده يا مسألة في اسبوع مش مش قليل لا معلش. ده كتير كبير. انت لو حلت مسألة كل اسبوع يبقى انت كده ناجل محترم. طب لو ما حلتش مش محترم معني انه هتبقى محترم في كل الاحوال. ولكن انت بتحط لك على اول الكريد بتاعك. هتقول لي الكريد ايه? وانا ما حلل مسألة استفيد ايه? معلش معلش. بكرة تعرف هتستفيد ايه? يا اخوانا اخوانا هي هي منطق. سيادتك حلت مسألة تلوقتي. حلت مسألتين تلاتة اربعة عشرة. هيبقى لك على هذا الموقع. بقى لك على هذا الموقع بعد مضي سنة او سنتين او تلاتة. حد مسلا ما تخلص بتاعك. حلو? الرانك دي سدقني ممكن يشغلك. ما هتقول لي ازاي? يا رئيس اصحاب الشركات الكبيرة بيبصوا على مواقع ديت ورانك الناس. انت منكم من غير متقدم ها? يتصل بيك وقولك انا عايز ايه? عايز الراجل ده. الراجل ده حل ستين سبعين مسألة من النوع ده. يبقى الراجل ده عنده لوجيك محترم. حلو? فهات الراجل ده. كيف? فكر في الموضوع كده? وربونا معكم شخص ده. طيب. تعب انا نكابي النهاردة على حاجة اسمها آآ بايتون فور لوب. وانا جماعة بعمل اللوب ليه? ها? لو انا دلوقتي ها? وانا دلوقتي عايز اكرر جمل معينة. ولي يكون مسلا حتى تقدم منك انك تطبع جملة مليون مرة. تقول لي يا عمي سهل يا عمي المشكلة. لو يعمل ها? هفتح اخواص. وحط الجمل اللي عايز اتبعها. والجملة دي هكتبها مليون مرة. منطقيا منطقيا الكلام بتاعك ده صح. ولو عملته وعملت هيتنفس. فعلا هيتبع الكود مليون مرة. حلو قوي. لس ما انتش شايف? ما انتش شايف ان انك سيادتك بيعت وقت بيغ جدا. في ان اكرر جملة مليون مرة. واصل. جدا. انت ممكن تقعد تقابل بست. ها? يومين. هم مش الف هم مليون مرة. اخبه ايه انت. فقال لك ايه? لأ. الحر ده ما ينفعش. معينه صح. ولكن انا عايز حاجة او عايز سنتكس او عايز اكسبيشة معين يخليني في سطر سطرين كده. اكرر هزا المليون سطر. قال لك حلو اولا. ده جيت لك من عابل. قولي عام. قال لك في حاجة اسمها. حاجة اسمها ايه? يبقى الفور لوب ده يستخدم يعني ايه? يعني اكرر حاجة معينة من خلال. من خلال ايه? من خلال لستة. لستة او طابل او سترينج. طبعا لستة طابل لسه هناخده ان شاء الله. تمام? يعني ايه برضو. يعني بص عايز. ندخل بقى في الايه? في السنتكس كده عشان ايه? ربنا ايه كرم. بيقول لك فور فال ان سيكوانس. وكلون وكلون تحت او في قال لك بادي اوف فورش. يعني ايه كلام ده? يعني انا بقول له لكل قيمة من السيكوانس اللي انت مدهو دي. اللي يحصل حطيلي بقى ايه? او قرر لي الجملة اللي جايها. اللي هي البادي ايه? وحاجة قولي مش فاهم حاجة. معلش. بص تعال بقى على المسال كده تغري عشان الدنيا توضح. دلوقتي في هذا المسال يا جماعة هو مديني هو مديني مشكلة وعايز ها منك تحل هادو. ايه عامل مشكلة? قال لي لو عايزك تكتب ايه? يعني عايزك لو سمحت تجيب لي مجموع ارقام متخزنة في الليست ده. الليست دي يا جماعة عامل زي القادرية كده. عبارة عن مجموعة عناصر. انا بخزنها في واحد. وهيقول ازاي? بصوا ليس. واحدة واحدة. نمبرز نمبرز بيساوي. اه ستة خمسة تلاتة تمانية حالات دي حداشر. والارقام دي كلها اه بتوين ايه? اه بتوين سكوير براكتز. دي حلوة اول. ما له بقى الليست دي بقى? انا عايز ايه? انا عايز برنامج يجيب لي مجموع كل هذه العناصر اللي في الليست. واحدة اللي ايه المشكلة يا عام? حيو يعمل كده. ها? وافتح اقواس. بص ويكتب عام ستة زائد خمسة زائد تلاتة زائد تمانية زائد لحاجة ناصر حداشر. ها? صح ولا? صح طبعا صح. لكن دخال سيادتك كده. هنا بدل ما يكون عشرة عناصر ولا تسعة عناصر. ها? انا عندي مليون عناصر. يلا يا عام اكتب بقى عام. ها? اكتب زائد بقى وافتح اقوص كده وايه? ومعاك ربنا. لا طبعا. انا عايز سطرين تلاتة خاص الموضوع. مهما كان عدد عناصر هذا الليست. حطيت مية. حطيت مليون. حطيت دي شليون. خلاص? بنفس السنتكس اللي هكتبه في الكود ها? هيلفلي على كل ايه? لا عاماصر. طيب واحدة واحدة. انا عندي فيها ستة والخمسة والتاتة الحد كان باحتاشر. حلو يا عام. انا انت عايز ايه بالضبط? انا عايز اجيب مجموعة ايه? النومبرز دي. حلو. اول رقم واحد. ها? قدمه رقم واحد. صفر عدد. يعني هي صفر عدد. هو مش صامدة عبارة عن مجموع كزا وكزا وكزا وكزا. اه. حطي قيمة ابتدائية للمجموعة. يعني اعمل لي يعني? قل الصم بساوزين. اهي. يقول ده لسنو صم. ها? خزنهولي. وحطي حطي لي صفر. واحد اقول لي ايه? يعني ايه الفايدة? عشان كل شوية انا هجبع الستة عليه. والخمسة عليه. وانا اجمع ستة على صفر فيها حاجة. ما هيها ستة? حلو? يعني يعني ده هيبقى قيمة ابتدائية. زي زي ما تقول كده ايه? خط البداية. وانا هقول شوية هرمي له ايه قيمة. هرمي له قيمة من ايه? من اللي فوق. اجمع على دي. اجمع دي. اجمع دي. اجمع دي. اجمع دي. تحدي ما اجمع كله. وقول له الفاضل يا باشا. هادي الصم. كمام? الحدي لوقت اعملنا ايه? اعملنا اللستة بيساوي حطينا ارقام. حلو. وصفرنا المجموع. الصم بيساوي ايه? زيرو. تعالي ادخل بقى على ايه? ها? على اللوب بتاعنا. تعالي نشوف اللوب هتشافز ايه. احنا قلنا اه اه بس نرجع كده خطوة خطوة. بس بس. قلنا اهي. اهي. اه هي كده بقى. يعني انا اقول الفور. واجيب اي متغير. واقول له ان المصفل الليه فوق او الا الليل اللي يصلي لفوق اه بالضبط. تام? نعم? فن collectors ask black Ж لكل قيمة في لكل قيمة في اللي فوق دول. ما له ها? هات الصم? هة الصم. بيساوي ايه? بيساوي الصم اللي فوق زائد الفال. يعني من الاخر حط كل قيمة من وله فوق ده ع الصم اللي يطلب. حط كل قيمة من اللي فوق دول اللي هي البالة ايه? البالة ايه? خصوص? كل واحدة من دول بال. ماشي? عصام ايه? عصام اللي يطلق. وهناقول لي يعني هما سيطلقين دول. هيروح يلف على كل واحدة. ايوة بالزبط. ليه? لان قلت له فور بال. لكل لكل باليو هنا. وهنا نقول لي بال دي جيتها منين? عم حطها اكس. حطها والي. حطها زي. حطها احمد. والله ما يعترض. خصوص? بس هنا حطتها اكس. هتليجنا اكس. هتليجنا ايه? احمد. يبقى لكل قيمة في الارقام اللي فوق. ملها. المجموع هتلي المجموع بقى بيساوي الصم. هم? زائد العنصر ايه? اللي فوق. فهيعمل ايه بقى جماعة? من يقول لي بقى هيشتغل ازاي جماعة? هم? هيشتغل ازاي? يعني هيلف طب هيلفي كم لفي. هقول لوب ده يا جماعة? اللوب ده معناه ايه? هم? قلتم. هيلفي تصبح. اه 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 بص. قال له يعني ايه? يعني الـ دي هي عبارة عن كل عنصر من النابرز. اه فين النابرز دي? اه اهم. اهم. خراص? اهو في النابرز خراص? لو انا terrorist الشيء يبقى انت عندك عندك حقا. هيا رف منين. لكن انا يقول له. لكل يعني هما دول. مفيش حاجة الا دول. حلو? ها. السؤال بتاع يا جماعة. هيلف كام لفة. هيعمل كام حاجة. مفروض تسعة. ها? حلو. اما اول لف هيعمل ايه? اول لف امشوا بعد كده واحدة واحدة. اهم حاجة عندي مش 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 ازاي اكتب. لا ازاي افكر. اول اللف هيعمل ايه? هيجمع السفر مع الستة. ايوة هيروح على اول واحدة تقابله من الشمال اللي هي الستة. خلاص? يبقى هو يبقى اول لفة هيروح على مين? على الحاجة دي. اللي هي ستة. يوغي يعمل ايه بقى? يقول الصم بيساوي الصم اللي هو سفر زاد الستة. يبقى اول لفة هيديني كام? هيديني ستة. حالو. اللفة التاجي. يلا. هيجمع ستة زي خمسة. هيروح على ال بال اللي هي لخمسة. تويب. هيبقى البال دي خمسة. على الصم اللي فات ستة. يبقى ديني كام? حداشر. حداشر. يبقى خمسة نتة كام? حداشر. هيجمع ستة تغير ليه؟ اللفة التالتة ها؟. هيجمع الساوي التلاتة زي تذ contacts. الله ا下來 عنroneه ايك. ايه فقط اكتبguy اربعة وتعشر. ال الو stato пожمع ذاتبه على الاتينين وعشرين ها? على اربعة? ستة وعشرين. يلا. تمانية وعشرين. على الخمسة? ثلاثة تياتين. ها? سبعة وربعين. آآ سبعة وتياتين. على الحداشر? تمانية واربعين. واقوله في الاخر ايه? برينت زي صام از صام. لو سمحت الديني زي صام از. يديني كام? يديني زي صام از كام? تمانية واربعين. عادي ازنا كدوك. فضل. لو انا عايز النمبر اللي جوه اللي ست ديت. اليوزر هو اللي يدخلها. عادي جدا. بس بس خليها خليها لما ناخد اللي ست طيب. ماشي? خليها لما ناخد اللي ست. وبعدين خلي بالك. لو 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 النمبر اللي هو دخلوه. ناصل? ساعتها هنحتاج ده اللي احنا خدناها او فانكشن احنا خدناها. لو حد فاكر. حد فاكر? ها? انبوت. انبوت اللي ادور عليك. هقول له ايه? يعني اه دلوقتي عايزين بس بس. مسلا دكتور مسلا ساني احنا مسلا هقول له ان مسلا اكوال انبوت مسلا وبرينت انتر اه زي نمبر مسلا او اه. حلو. حلوة. هو بقى لما بيدخل النمبر هو بيعامل النمبر دوت على انه مسترينج. ما بيعاملوش على انه نمبر. فانا بقى عرفه ازاي ان ده نمبر. يعني انا جربته. حلوة. انت تحط لي انبوت انت. انت. الله ينروه عليك. الله ينروه عليك. صح كده. خلاص? يعني تقول له بص. هتقول له نمبر وان. هتقول له نمبر وان. بيساوي ايه? بيساوي انت. وهتفتح اقواس. قل له انبوت. وحط الايه? الايه? المسيج اللي انتر اه نمبر. خلاص? يعني قبل الانبوت رايس. تواجهها حاط انت من فوق. من قبله. تحط ايه انت. يبقى انت كده عرفت اللي هو ايه? انتجر. اللي هو رقم صحيح. او زي ما انت عايز. او زي ما انت عايز. خلاص? ها? اه 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 استورد ايه لست. متخزنة في لستة. لعنى مديك لستة جاهزة. غرص? مش عايز اخد قيامة قيمة من اليوزر. لا. هنا اللي استة جاهزة. اهم حاجة تعرف. الدنيا مشي ازاي? طيب. سوأل يا جماعة. سوأل. لو انا عايز? لو انا عايز. ها? اه? مش يجيب لي في الاخر كده المجموع تمانية واربعين. لا. لانا عايزه كل مرحلة كل لفة يقول لي المجموع كام? هعمل ايه? يعني مرة يقول لي ايه? ستة. مرة يقول لي احد عشر. وبعدين اربعة عشر. ايوان. ايوان. احطه بعد. احطه تحت الصم على طول اللي هي الصم بلاس. اه اللي هي الصم بلاس ايوان. هنحط لحتيها على نفس اه في نفس البلوك يعني. ايوان. هنحطها برينت الصم. زي الفون. صح. صح. بدل ما هي. بدل برينت كده من اول الصلاة يا جماعة? لأ هات دي هيدا وحطها تحت الايه? تحت الصم. يبقى ازا بقى تبع اللوب. بقى تبع اللوب. كل ما يجي إلف فيك يقول لك ايه? يقول لك مجموحة كام? اول لفة هيقول لك ايه? الصم ايه؟ ستة. اللفة التانية لصم از حداشرة. اللفة التالتة و اناس اربعتاشرة. وهكذا لحد ما في الاخر اخت الجمعة يقول لك ايه؟ لكن يا جماعة كلام صعب. كلام صعب. انا يهمني يهمني اللوجيك اكتر من السينتكس. اخوانا في ناس بتحفظ بتاع اللوب بتحفظه وبتحطه زي ما هو. احفظ مش احفظ. افهم اللوجيك. افهم اللوجيك ماشي ازاي. اعرف اللوب شغال ازاي. اللوب شغال عما يرايح عما يلف على لستة. لف ازاي? كل شوية رايح على باليو فيها. اللي عرفك اهو. لكل جاليو في النامبرز. عما يروح يسلم عليهم. كل شوية رايحة ستة رايحة الخمسة رايحة تلاتة رايحة انتهاء بكام? بالحداشر. اول ما بتاعة الليست تخلص اللوب يخلص. انت فانا يا شرب? انت فانا? طيب. طيب واحد يقول لي في حاجة بقى. في انت كده? حلو. انا عايز انا عايز اكتب لستة فيها مليون عنصر. يعني طبيعي كده. هاقعد اكتب واحد اتنين تتاتة اربعة لحد مليون وانا فاطلكم. طيب انت عايز ايه يا عام مش فهم ايه? ما فيش دالة كده. ما فيش فانكشن كده. ممكن احطها. تجيب لي ها? تجيب لي رينج معين من النامبرز من الى عطوله. يعني باسلوب بسيط وسهل. طلبك عندي. بص ليس. انا دلوقتي عايز مسلا اجيب عشر رقم. مليون رقم. آآ مليار رقم. هعمليه? هستخدم اسمها اسمها ايه? دالة المدى. دالة المدى. بتعمل ايه يا عام بقى? وظيفتها ايه? وظيفتها ان هي بتجيب لك ها? رينج معين من النامبرز. مجموعة ارقام معينة. يعني مسلا ما اقول له ايه? رينج وبين قصين كده تن. عشرة. يبقى هيجيب لك عشر ارقام. الطبيعي هيجيب لك من سفر لحد تسعة. اتقلت يا عام لحدها عشر يا عام. لا. هيجيب لك عشر ارقام. والتركيم او هيبدأ فروم زيرو. فانت تقول سفر واحد. عد كده من سفر هتلاقي سفر حد تسعة. اه بس. انا ما اجيب اقول رينج كده. الرقم اللي انت كتبته ده هيجيب قابل من الواحد اه. ليه? عشان بادي الترقيم من سفر. دي مسال. عالش. مش عايز اتكام نظري. دي مسال كده عشر ايه? رب الهكرى. بص يا عام. ما تبصش على الاوت بط. خليك في الكود اللي تحت. يعني انا بص هنا صدري تاني. بص. ما انا اقول لك رينج عشرة. اتبع لي. اتبع لي المدى اللي هو عبارة عن عشرة عشرة ارقام. هيجي يقول لك ايه? اكرام كده هيجي يقول لك ايه? رينج من سفر لعشرة. يا عام هتشغالني ولا ايه? انا اقول لك اتبع لي عشرة ارقام. تقول لي المدى بتاعهم من سفر لعشرة انا مش حايز كده. مش عايز كده العالية بتجيب هوملي. عايزة عد هوملي. بتقول لي صفر واحد نين دلاتة اربعة حد نسعة. ها? تماش. هزود هزود كلمة واحدة على الجملة دي. هحط بس قبل ايه? قبل الرينش. يعني هتعمل ايه? هقول له كده. ها? الاخواز دول الكبار دول تور بريند. خش بتاعة مين? الرينش لعشر اركان. اه. ساعتها بقى هيجيب لك الليستة غصب علمه. هيفتح سكوير باكرس كده معلم. ويكتب من اول ايه? من اول سفر. وعد معي بقى. من سفر واحد اتنين لحد كم تسعة. واقول تاني. اقول تاني. مش هيكتب عشرة. ليه? عد معي ارقام دينا ما هتلاقيهم عشرة ارقام. وهنا بيقول لك لستة. لستة. مش لحد الرقم عشرة. مش معناها لحد الرقم عشرة. هنا معناها عايز لستة فيها عشرة ارقام. بداية من الاول. ايه الاول ده? اللي هو السفر. حلو? طيب. حلو اول. اجاب لي ايه? تسعة ارقام. طيب لا. لو انا عايز معلش يعني. لو انا عايز لستة من اختياري. يعني ايه من اختياري? من الى. فروم تو. انت قلت لي من شوية. لو انا كنابت الرقم بس عشرة كده. غرص بنعني هيبدأ من صفر. لا لا. انا مش عايز الكلام. انا عايزوا يجيب لي لستة. ها? من كزا لكزا. زي المساعد التالت. برينت لست. بعد لستة. الرينج بتاعها من اتنين لتمانية. خلاص? يعني كام عنصر? ستة عناصر. عدي معينة كده. او اتنين. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هل لا? ده مش يجيب تمانية. ما هي انتفقنا بقى. انتفقنا بقى. ان مينس وان. لان ده اللي هو الرقم الاخير. ورطح منه ايه? واحد. يبقى لو قال لك من كزا لكزا الرقم الاخير ده هيبقى مينس وان. لفقنا? يبقى اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ده اللي ايه? ليه عام? عشان انت قلت لي ستة عناصر. هم ستة هم. طيب. حلو قوي. ده لو ايه? لو هيمشي واي 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 واي. طيب لو انا عايز اعمل يعني ايه? يعني ايه? يعني عايز اعمل ايه? كده. يعني من كزا الى كزا. وكل مرة زود لي ثلاثة. تمام? كل مرة لسا ايه? زود لي اه اتنين. كل مرة زود لي اربعة. زود لي خمسة. اعرف عاملها? اه. ايه ازاي بقى? بص. برينت لست. لبقى الليستة بتاعت الرينج من كام لكم. من اتنين لعشرين. بقى الوقت عرفت الليستة من اتنين لحد كام عشرين. ايه ده? عاجز اعمل كومة تانية وعمل تلاتة. ايه ده? هو من اتنين لعشرين. وكمان تلاتة? تجيزة. لا. الرقم الاخير ده يا ريز هو يعني ايه يعني هيزود كام. هيمشي بجنب كام. يعني هو بدأ باتنين. يزود تلاتة. خمسة. ها? تاتة. تمانية. ها? حداشر. اربعتاشر. سبعتاشر. اللي جاية كتا عشرين. احنا اقول لها مش يوصل للنهاية. لو كتا سعتاشر. تمام. لكن اللي جاية عشرين ما يقولهاش. يقف. يبقى اتنين خمسة تمانية. حداشر اربعتاشر. سبعتاشر. شكرا. تقام? واحد يقولي طبعا انا لا عايز يرجع. يعني ايه? يعني ينقص واحد عادي جدا يعني. اقول له من عشرين. ها? لاتنين. خلي الكبير الاول. واقول له مينس ون. ساعتها هيرجع. يعني ايه? عشرين. تسعتاشر. تمنتاشر. سبعتاشر. وهكذا بقى. عايز اتنين نورة. ماينس تو. وحط اللقم الجميل اول. وليكن عشرة وخمسة. هيرجع بمقدار ايه? اتنين. يعني معا? حد الوقت يا رماعة في اي صعوبة. ما خدناش غير بتاع الفور. وخدنا مثال كده وسيط. وخدنا بتاعة حد الوقت في اي مشاكل. ها? دكتور. نعم. طب لو انا مسلا عايزة اخلي يعني بين كل رقم ورقم التاني يعني مختلفة يعني مسلا بين اول رقم والتاني مسلا تلاية تابعة. عايزة بقى. عايزة كزا لست بقى بسيط. انا طاعم انت عايزة ايه? يعني مش عايزة رقم مسابت اعمل بي ازاح. لا انا عايزة كل شوية. تهم? ساعتها ممكن نعمل بقى كزا لست. وهدخل بقى في ايه? في ضرب مصرفات وكده. هيبقى المضوع يعني يعني اه في عملي. يعني حاليا حاليا اجيها شوية. لحد بس اللي اخد ايه? اللي اخد اللست. تهم? طب. وبعدين بص يريك حاجة. هي الفايدة الفايدة من رنش اللي هو داخل معها. انا عايز امشي بمقدار ثابت. ركزوا. ركزوا. يعني هي رنش اصلا جاية عشان امشي بمقدار ثابت. طب فيه تخلييني اعمل 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 حاجات مطيفة? اه. في كتير. في كتير. بس طبعا يعني الموضوع هيكبر من هنا اقول. خلاص? فانا انا انا جايب. انا انا هنا هنا الدرس مش بتاع دينش. يعني هنا الدرس مش بتاع دينش. هنا الدرس بتاع اللوب. خلاص? دينش جاية عشان اعمل ايه? عشان اعمل ازاحة متساوية مع ايه? مع 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 القيم اللي هشترع عليها. اعمل ازاحة. لو لا سبتها فاضية يعني مثلا لو قلت له هنا اه عشرة كده دي معناها ان هي وان باي وان. خلاص? اه لو قلت له بين قيمتين كده برضو وان باي وان. طب جيت جيت بقى فات خيم. اه. من الى دي الستارت ودي الاند ودي الايه? ودي الستيب ايه بتاع دي? الستيب دي ستة. في جرينش الستيب ستة. اكيد? طيب. اه. اه اه. اه. اهمني يا جماعة الث. اهمني الث. واحد اقول لي مش خدناها عم وفصنا منها. مش خدناها في اه كل شن. اه? وربنا كرمنا وفص وعدنا منها? لا بصها بس. هنا هي لها دور بسيط جدا. لها دور بسيط جدا. ايه بقى عام? تعال نشوف. بيجي يقول لك هه بيساوي. صفر وواحد وخمسة. دي لست عادية جدا. دي لست اسمها فيها اللي هي الصفر والواحد والخمسة. حلو. واحد يقول لي باخد لي شوان انت هتلاعي بني هناك تقول لي هي تقول لي والله العظيم الحوار انت من اختار سيادتك اكتب لي انت عايزه. بس عملت فوق اي يبقى تحت اي. عملت فوق يبقى تحت ايه? حلو. لكل الجبنة دي معناها ايه? معناها الاي ده هيروح يسلم على كل واحد. هيروح يعدي على كل واحد. ركس في دي. ركس في دي. يعني الاي ده هيروح يسلم على كل واحد. ابتداء من الشبال. يعني روح يسلم على الصفر. ياخد مرة بصفر. وياخد مرة بواحد. وياخد مرة بايه? بخمسة. اوه. يعني هي دي فلت اللوب يعني. ها? فلت اللوب. ان ان بدأ ما اقول له اه اي بيساوي صفر واي بيساوي واحد واي بيساوي خمسة. انا بقى بقول له. لكل اي في الليست دي. ايوة بالضبط. يروح يعد عليها. من غير ما اقول له تلات جمل. الجملة دي. الجملة دي. هنا لو مليون لو مليون رقم. خلاص? الجملة دي هه? هتعوضهم. مش كل شوية انا راح قوله بقى كزا. لأ. اي مرة واحدة. حلو. يبقى لكل اي موجودة في اعمل ايه? اتباع الاي. مس كده? اه. لما راني الحد دي لما راني الحد دي. هيقول لي صفر وواحد وخمسة. ايه مشكلة اعمل? هلو او? ايه بقى لازمة هنا بقى جمعة? هنا. انا عايز ماشي. ادير رسالة. خلاص? او اقول له معلش اللي عاصر خلصت. خلصت في اللستة. عايز انا ادبهو. فاقول له ايه. معلش معلش. معلش. انسي معناها ايه بقى? انسي معناها ايه? هنا. لما عناصر اللستة تخلص. لما عناصر اللي فوق تخلص. معلش? اتباع لي. بس هو صدما كده? تباعي قولي انت مالا ما جيبناش. عادي براحتك والله. براحتك. براحتك. البرنامج مش هيقف على انسي. ولكن انسي هنا اضافة للبرنامج. بس. ده حاجة لكن شيل فور كده من هنا كده. ما? ومشي مش هينفع. مش هينفع خلص. بهم? انا حجزت لست معينة. بآآ 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 معينة. تمام? حجزت الفور. بص? الالس جاية اضافة جديدة. اضافة ايه? لو عناصر الليستة خلصت لو سمحت ديني رسالة كزا. او بي? طيب. هي هو ما فيش للفور اللي ايه? نهار ده نشتغل آآ يعني لوب كل فور لك لقا. دعا بقى بص بقى. الحاجة الكبيرة قوي بقى. وعامة يا جماعة اتبالك وعامة فور دايما في اي لوب وفي اي لغة هي الاكثر سيطرة. يعني ايه? الاكثر انتشارا. لانها الاسهل في السيلتكس. ولكن قد تضطر احيانا ان بتستخدم واي لوب. مين يقولي يا جماعة? ها? اللوجيك بتاع اني اشتغل ا او اشتغل بواي لوب احسن من فور. ها? مين يقولي? يعني امتى امتى الجأ لي واي لوب? من خلال معرفتك بلغات اخرى. سواء سي بلاس بلاس او جافا او اتبالي احسن. مين يقولي يا جماعة? ممكن مثلا الوايل اه ممكن تكرر الكود تاني اه بعد اه بعد بعد ما يقص حالص انت احسن اه تحدد ان هو ممكن يتكرر او كده. طب ما طب ما فلوب بطل يكرر بطل. او يا دلتر هي. هي بتعمل تست الاول للكود. ايوة 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 ايوة. بتعمل تست الاول للكود بعد كده تعمل له ران. انا السابع واحدة الخلفية يقولي ايه? لما يكون فيه. بتعمل. بتعمل. ها? بما يتعمل تست على حسن او ترس او او غالبانا شوية. يعني ايه غالبانا شوية? انا بقول له روح عد عليهم كلهم. هيقولك حبيبي حاضر. هروح عد عليهم كلهم. يروح يعدي ويسايم عليهم كلهم. نص? بيدون قيود. بيدون شروط. هيروح يعدي عليهم كلهم. يبقى الفور هايورا دي يشتغل لحد ما يخلصهم. من الاول الاخر. الواجهل ده ما بيموش. حلو? لا تعال هنا بقى. يعني يعني عجيبة شوية. الواجهل دي لازم تديك ايه? حاجة اسمها تست اكسبريشن. يعني شرط يا معالي. لازم تديك شرط. هذا الشرط طول ما هو بتحقق اللي هو شغال. اول ما بتحققش ولا تعرفك. ولا تعرفك. حرفيا. رص? راح تقول له مش فاهم. اقولك يا عالم. احنا احنا الحطنا اي شرط. ها? حطنا اي كونديشن? لا. بنقول فور اي ان مثلا نامبرز. وحطي للا ايه? البطي بتاع ايه? بتاع الفور. يبقى هي. هتروح تعدي على كل واحد. هتروح تسلم على كل واحد. معداش سنات. حين بقى رايز عندي حاجة اسمها تست اكسبريشن. يعني ايه? اقول وادديه الشرط بتاعي. الشرط ده متحقق وادديه تمام? يشتغل. طب الشرط ما تحققش. ما يشتغلش. حققني يا عام بالبسال بقى عشان ايه? انت بترغي كتير ومش فاهمك. طب بص يا عام. بص يا المسال ده. طبعا المسال ده في كومنتز كتير. بص لكومنتز. بص لكود. سطر التامن. ايه يا عام ده ايه ده? ايه ده? ان بيساو عشر? طب انت عايز ايه طيب? عايز تجمع ايه? انا والله عايز ها? انا عايز اجمع مجموعة ارقام يا جماعة. لو انا عايز اجمع عشر ارقام متتالية. معي? عايز اعمل برنامج ها? يجمع عشر ارقام متتالية. واحد يقول لي ايه ملاحظ النهار ده كده ان انت عملت يقول لي عايز برنامج كتير. اه مع دي البروبلمز هي دي البروبلم تمام? ان يقول لك المشكلة ويسيبك تفكر. وانت حلها بقى مع هتحلها بشرط. هتحلها بلوب. هتحلها بليست. هتحلها بآ بفانكشن زي ما انت عايز بقى. عيش. خلاص? طيب. هنا الان بيساو عشر. فضلا. طب. علش ممكن تخلي الكنترول مع حضرتك علشان انا كل ما كل ما حيك بتخير سلايد لازم ان اقفل علشان ادخل على السلايد اللي حيك شغال عليه. الكنترول معي والله. الكنترول معي. وانا اللي رفع السلايد ولا بتحكم فيها. ما حاشو بتحكم فيها. ها? انا هترجع معها. الناس كلها بتلب السلايد معي ولا مش معايا? اه? 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 يبقى انت في عندك مشكلة بقى. اطلع 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 وادخل تاني. اللي اللي يتاخر عندي السلايد في العرض. ها? اطلع وبادخل تاني. تلات مرات لا اطلع اطلع تاني. اطلع الناس كلها هي. الناس كلها ماشية معانا. اطلع انا انت طيب. يعني انت الكسبشن. طب بص كده كده ملف معاك وطيب. لو انت مش متابعة معانا اه على البيزنتيشن. ها? ممكن تفتح انت مع نفسك وتشوف. بس انا اصدقني. الكنترول معي هنا. يعني. طبعا. طبعا. ايه? عايز ها? يجيب لي بص بص صم صوت التات. عايز يجيب لي مجموع ها? واحد زال اتنين زال تاتة الحد ان. ان ده الرقم الاخير يعني. فانا هنا عايز يعمل ايه? عايز يجيب عشر ارقم. عايز يجيب مجموع عشر ارقم. فانا بقول له ايه بقى? ها? اول حاجة خالص. بقول له ان بيساوي عشرة. يعني معايا عشر ارقم. حل? طيب. الصم بتساوي زيرو. قديم اخلاص. حالتناه. صفر للا ايه? صفر للمجموع. طيب. الاي بيساوي واحد. ايه بقى دي بقى? انا قلت الاي بيساوي عشرة وسكتنية لك. ايه بقى الاي ايه بيساوي واحد يا جماعة. عشان انا هاعرف هبدأ منين. هبدأ اعد منين. تمام? يعني هبدأ واحد اتنين تلاتة اربعة كده. هبدأ العداد منين. خلاص? بقى تاني كده. انا احنا قلت ان بيساوي عشر. ليه? عشان اعرف ان انا عندي عشر ارقام اعايز اكمعها. تبعا المعدلة اللي فوق يا جماعة اهي. صم بيساوي واحد زائل اتنين زائل تاتة زائد زائد لحد ايه? لحد اين? عايزة اديها نهاية. اديها اين? وازيها رطوحة? لا لازم اديها نهاية. مصر عشان الويل محتاج شرط. والشرط ده هيقول لي لحد جاء يا معلم. هتجمع لحد ايه بقى? شايفة هسيبها له. الفور راجل جدع. انا موك هسيبها له وهو يشتغل مع نفسه. حلو? لكن الويل لا. يقول لي فين شرطك يا معلم? ها فين شرطك? اهو. الشرط ده متلاقم معي. هشغل له. مش متلاقم معي. رو عرفك. حلو? يبقى الان بيساوي كم? عشرة. عندي عشرة ارقام? عايزة اجمعها. تمام. الصم بيصفرنا المجموع. والاي بيساوي ايه عملك الكلام ده? هنبدأ من واحد. بعد اسنك بقى. هنبدأ ايه? نجمع ارقام من واحد زائل اتنين زائل تلات. حلو. ادخل بقى الويل وشوف دي اللي ماشي ازاي. ويل اي ها? لس زي يقول ايكوان ان. يا يا سمحت. طول ما الاي اقل او تساوي الان اللي العشرة. مين يقول لي الجنبة دي معناها ايه? مين يقول لي الجنبة دي معناها ايه? ها. يعني بيقول للويل انه افضل يكرر العملية لحد ما يجي عند الان ما تساوي عشرة يعمل استوب. بالزبط. يعني الاي هنا يا جماعة الاي هنا. هتاخد ها? واحد اتنين تلاتة واعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هتاخد عشرة ارقام. هتاخد عشرة ارقام. وهو مطلوب اثباته لاني قال لك فوق انا عايز برنامج يجمع عشرة ارقام متى تالية. فانا لازم في الويل ادي له الشرط التمان. ايه عام الشرط التمان? ها? وايل اي اقل من او تساوي ان. واحد يقول لي. طيب ما انا اقول له يساوي انه وخلاص. لا اقلم. لا. ساعتها هيجيب رقم واحد بس اللي هو الايه? العشرة. لازم يقول له اقل من او تساوي. عشان يبدأ من تحت واحد اتنين تلاتة اربعان حد كام لحد عشرة. اقعد قولي يساوي بس. اقعد قولي يساوي بس. لو قلت يساوي بس. تمام? لا. فهمش اجل. بس. تبقى واي الاي. تساوي اني. مع الشرط بتاع واي اللي احنا احنا قلنا لازمناها شرط. ان الاي دي. ها? متعديش لعشرة. احنا متعديش. نكونش اكبر. ايه دليلك? اهو? ما تقول اقل او تساوي. اقل ايه? او تساوي. حل. طول ما الاي بقى من واحد لحد عشرة. هتعمل ايه? هتعمل ايه? لكس. الصام بتساوي الصام زاد الاي قديمة. خدناها قبل كده. اهو هياخد الصفر ويكاب ويحط الواحد عليه. ياخد الواحد وحط منه عليها. ياخد التلاتة وياخد حط وهكزا. دي معناها الصام بيساوي الصام زاد الاي. دي روح يلف على كل قيمة للاي من واحد لحد عشرة ويجمع اه خد الواحد عالصفر بقى واحد. ياخد التنين على واحد يبقى تلاتة. ياخد تتاعة تلاتة يبقى ستة. ياخد الاربعة ستة يبقى عشرة. فاهمين الحوار? دي روح ايه? ها? يجيب كل قيمة ويحطها على الايه? على الجمع بتاعته. حلو. بس خلي بالك. هنا الاي لازم نزوده. يعني هو 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 كان الاول بواحد. لازم اقول له الجملة دي. اقول له الاي بيساوي اي زائد واحد. ليه? عشان اول لفة ياخد واحد. تاني لفة ياخد اتنين. تانية لفة ياخد تلاتة. اه? اربعة خمسة ستة سبعة تبادية تسعة عشرة. طول ما لحد لعشرة اشغال زي الفن. ياخد كمان لفة لحد احداشر. يروح لويل يصطدم بالشرط. ان هو اخرك يا معلم عشرة. وانت يا جالب احداشر روح. ويطلع من اين? ويطلع من اللوب. ويروح يفلي ايه? يبرنتل ايه? الجمع. صعب يا شراب? صعبة? انا انا جاي بمثال بسيط وسهل. جاي بمثال بسيط وسهل عشان ايه? او اتفهم. صعبة? دكتور. نعم. دكتور معلش هو المفروض ان في اي اي قول اي زائد واحد ده اللي هي الانكريمنت? ايه هي ادي بالزاب. اللي هي في الشيب داخل. واي? احطها فوق مع الشرط اللي هو بتاع اي اقل من او سوى الاثنين. ازاي طيف ازاي. هنا يعني? هنا احطها معها ازاي يعني? اه انت قت. اللي هي الفورب بتاعك اللي هي بتاعة الجوفة وبتاعة سي بلس بلس صح افتح اقواص كده مش احنا اتفقنا زمان ان انا ما كيش عندي اقواص ها جوة مش احنا اتفقنا زمان ان فيها عادة بحاجة اسمها الازاحة باخدها بدل اقواص طب اعمل ايه بقى ما عديش اقواص اعمل ايه احطها تحت انا عارف ان بتاع اللغات التانية مختلف عن هنا هنا هو هو السينتكس اللي هناك كان ساطر واحد حطه على ثلاث تسطر حطه على ثلاث تسطر يعني هناك ايه يعجب الفاتح اخواص كده ويحط لك الايه خلاص والشرط بتاعه وايه وفي الاخر ايه بس اقول له ايه يعني ايه اي بس بس ان هو زود لواحد كل مرة اه معلش هنا الموضوع مختلف شوية هنا الموضوع مختلف شوية هي الموضوع بعمل ايه بحط طويل واجيب الشرط حايم انزل بقى خلاص اقول له بيستوي ايه وبعد شوية ايه اعمل العداد اقول له الاي بيستوي اي زياد واحد عشان اول مرة ياخد واحد اللي بعدها ياخد طيب اللي بعدها ياخد طريقة حلو؟ كل الفرق يا جماعة بين هنا وهناك ان هو كان هنا بيحطول كلهم في سطر واحد رصة واحدة كده في سطر واحد تمام؟ هنا حطوه في تسطر تمام؟ طيب طيب حلو اول لو انا عايزه عايزه يخليه لو انا عايزه يخليه يجيب لي كل لوب بيعمل ايه او كل لفة هيعمل لي ايه تاني هالعجاية جايب البرنت ها تحت الاي دي تحت الويل اجوة بالضبط عشان تبقى تحت البلوك بتاع ايه بتاع والي حطها انا ها اول لفة ها مين يقول له يا جماعة هيمشي ازاي تاني 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 موتش موتش حاجة جديدة انا قولت البرنت بدل ما هي من في الاخر كده هحطها تحت القوي هيدا عشان يجيب لي ايه عشان يجيب لي كل لفة اللي بيحصل مين يقول لي بقى احبش ازاي اول واحدة تبقى زين وزائد واحد ماشا يعني هيديني ايه واحد هيديني از وان طيب بعدين وبعد كده هيبقى الواحد زائد الاثنين ايوة اي طلع تلاتة تلاتة وبعدين آآ ستة وبعدين عشرة وانتهاءا بجملة ايه بقى ايوة ده ايوة ده ده اخر جملة ايه كده طب هيديني كان جملة طبعة لو انا حطت البرنت تحت الاي هيديني كان جملة طبعة هيديني كان جملة اه تمانية تسعة كم تسعة تمانية ما ينفعش عشرة يعني مش المقصود من واحدة هيبقى من واحدة تسعة لا 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 تسعة ليه قال اقل من او يساوي يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة تيجي ليه لان قال يساوي يا جماعة يا جماعة قال لك اقل من او تساوي يعني من واحد لحد عشرة هيعمل عشرة لفات هيديني عشرة جملة طباعة بص مرة بواحد مرة بتلاتة مرة بخمسة مرة انتهاءا بزصام اس كام فيفتي فايف المجموع لعشرة ارقام ملتوالية من اول واحد هيديني خمسة وخمسين حلو عشان كده بقى يا جماعة عشان كده هنرجع مرجوعنا للجملة بتاعتي اللي في الاول محاضرة لازم الحاجات دي يا شباب تتعمل بايدك وتقعد تلعب في الكود طب ولو جبت دي مكان دي ولو جبت ده مكان ده ايه اللي هيحصل واعود فنن كده وانا ايه وانا بدرس ليه الكود كده مش جزت ان انا هه قرم الكود وشكرا وربنا هيكتب ان شاء الله او زي انا ما اخدتها كده لأ اكيه عشان كده بوص دايما ان سيادتك في المعمل حتى مقيل للمعامل اسبقوني ايه المشكلة عادي انا ما عنديش العقد اللي يلا القديمة دي لا اسبقني يا رايز في المعمل اسبقني وخلي ناس تشتغل بيديها انا ما وصيهم خلي ناس تشتغل بيديها عشان لما انا اجريك في المحاضرة انا اقولك الكود كل حاجة مفهومة وجربتها يا عم ومعاملتها قبلك انت تفاهميني بصف اذا يا جماعة معلش بعد اذنك لو سمحت لما كنتش عملت هذه الاكواد البسيطة هي اكواد بسيطة لما كنتش عملتها لو سمحت اعمالها مرة واثنين وثلاثة وامعد غير كده طب قدر فوق قابت اي قال لي انا او ساوي تسعة يبقى اي انا هيجبع تسعة رقم طب لو لو اعملت اي اقل من او تساوي ها مية يبقى هجيب مجموع ميت رقم هو مشوية ده يقولك في حالة الاعمال لبرنامج يجيب ميت يجيب لمجموع ميت رقم متوالي ومن اول واحد مش وادت كده يبقى ما اخدناهش لا احنا اخدنا لحد عشرة هي جزت انك انت هتغيب اقل من او تساوي كام مية خلصة طبعا طب لو انا اعايز اجيب مجموع مليون رقم ده من رقم واحد هقول ان فوق بيساوي مليون خلاص الصام بيساوي صفر والاي بيساوي واحد وحط فيه اقول له اقل من او تساوي كام مليون خلصت خلصت يبقى هي احنا بناخد ناخد الكنسة وبنطوع عليه بقى ونحطه وبنذكب عليه الف برناتك كده معتا طيب حد كده دلي ماشي كويس ولا عامل ايه? طب ما عايش يا دكتور تاني انت هزي اعرف انت استخدم الفور يعني اه ملا ممكن استخدم الفور برضو في نفس الكود ده ويتطلع برضو لص اه طبعا اه طبعا اه طبعا بص بص عبيلو ايه اه مفيش حاجة فيش حد في العالم يده يقول لك ها تستخدم فور امتا واي امتا دي بتاعتك خلاص بس انا هبقول لك بقى ايه الحق بقى بص لو في عندك شرط ها مهم عايز تنفزه هتويل يعني انت عايز تحجم اليوزر تقول لك والله هاتلي مليون رقم حد مليون ما يمشيش لوحده ها هاتلي لحد عشر عقاب ما يمشيش لوحده خلاص لو انت عندك شرط لازم تكبر المستخدم او اليوزر ان هو يستخدمه هتويل ما عندك شرط ها ما عندك شرط هاتفور هتقول لي في حاجات تنفع هنا وهنا كتير كتير ما احنا دي يا جماعة بدائل بدائل انا بدل جملة اللوب الواحدة انا بديك اسلوبين لللوب فور لوب وواي اللوب خلاص انا وما قداش اقول لك يعني لأ هات دي بدل دي هات دي بتاعتك انت دي بتاعتك انت بس طواحها انت معاك بقى طواحها انت معاك في الجنة معا احنا مش بندرس مش بندرس حاجات ثابتة لازم هنا لازم هنا لا لا فيش كلام ده بس هي التفصيلة ان لو انت عندك شرط لو انت عندك شرط عايز تحافظ عليه هات طيب الشرط ده انت ممكن تجيه بسهولة بفور هات فور دي بتاعتك يا ريز دي بتاعتك انا مقدرش اقول لك هدي هنا ودي هدي هنا خلاص اه في فيه مع واي اللوب برضو اه نفس الكلام زي ما جات السي مع فور لوب هتيجي مع واي اللوب اه تيجي مانجيش ليه بتاعي نشوف كده ان يجي اقول لك ها مساء كده ظهر كده يجي اقول لك بيسوي سفر اي بار يا بني اي بار يا بني خلاص بيسوي سفر طيب وايل كاونتر اقلي من ثلاثة وايل كاونتر اقلي من ثلاثة طول ما ده اقلي من ثلاثة شوف ملاحظ ملاحظ على طول على طول وايل بجمعها. ناس يا جماعة المواصلات دي. يا شباب في صوت اكسات عربية في ودابي. اه اه طول طول ما الشرط ده بتحقق خلاص اللوب هيشتغل. طيب هنا بسفر. وايل كاونتر اقلي من ثلاثة. مين يقول لي هيشتغل كم مرة? اللوب ده هيشتغل كم مرة? ها? تلات مرات. حالو. هيشتغل لما لما بسفر. مرتين ليه? مرتين ليه? زير اه ماشي زير واحد واثنين. اه لا انا وعليكي صح كده. يبقى انا عندي دي كنتي سي كيسز. لما يكون كاونتر بسوة صفر هيشتغل. كاونتر بسوة واحد هيشتغل. كاونتر بسوة تنين هيشتغل. يبقى كم لوب عندي ثلاثة لفات. نص? طيب يعمل لي بقى? برينت انسايد لوب. برينت انسايد لوب. هيتبقى كم مرة ثلاثة مرات. ليه عام? ما هو? ما هو? مرة بصفر شغال. مرة بواحد شغال. مرة باتنين شغال. يجي بقى التالتة كاونتر بتلاتة. لا الشرط مش حقق. ما تنفس. يبقى تلات مرات. دي هتتبع ايه تلات? وكاونتر بيسوي كاونتر زاد واحد. ده اللي ايه? بيعمل افديت للكاونتر. حلو. لما يخلص اللوب بتاعه هاتلي او اطبع لي دي هتبعك مرة مرة واحدة. طيب اللي فوق هتبعك مرة تات مرات. ليه? دخل في لوب بشرط. الشرط دوت هيتحقق ثري طايمز. يبقى هيتبعه لي تات مرات. اعتقد يا جماعة الكلام سهل وبسيط. هالي. الكلام سهل وبسيط. ولا في صعوبة? اه? طيب زال فوق. في بقى عندي جمل كده. في عندي او بعض الكلمات كده اه? انا سعب استخدمها. طيب? في الكود بتاعي. سواء شرط او سواء لوب او سواء اي حاجة. يعني انكم تجي في اي. بص في تلات كلمات كده هاخدهم. حاجة اسمها وحاجة اسمها باص. ايه الفرق بين التلات كلمات تقول. تعال نشوف. اول حاجة بريك. بص يا بص. اجبتي مسالها طول عشان ايه يعني ايه نوفر وقت. طيب. لو انا لو انا عايز ها? اطلع من اه اه شرط معين. او اطلع من لوب معين. وهنقول لي ازاي يعني يعني بص. تعال نشوفها المسال. بص. فور فيل انسترينج. لكل قيمة في السترينج دي. وهتقول لي فين يعني اهي. اللي هي دي. الاحرف بتاعد كلمة استرينج. وهتقول لي شمال الاحرف عشان دي استرينج اهي. مش استرينج كمسمة. استرينج كده طيب. ليه? لانها بتوين دبل كوتيشن. لانها بتوين دبل كوتيشن. بص? لكل قيمة هنا. لكل اقوال اقوال اي. اه. احنا رجعنا الشرط تاني هو ايه ده? وينفع ليه بشرط جواللوب? اه طبعا. اه طبعا. لما الميكس بين اي حاجة والتالية. واحد يقول لي. لما الفور يا عام فيها شرط اهو. انت مش من شوية قلتني ما فهاش شرط. اه اه اه. الاف دي دايس اي اللي جيبها من عندي. انا كيوزر حطها من عندي جوه الفور. لكن السينتكس اصلا بتاع الفور فو الشرط. ركز ركز. لكن السينتكس بتاع وليل في شرط غصب عني. في شرط ايه? غصب عني. يبقى انا الاف دي اللي جيبها جوه جوه الفور لوب. انا اللي جيبها بمزاجي. بقول له اف فال اقوال اقوال اي. والله لو الفال دي قعدت تعد على كل حرف. حال? والحرف ده جيه فجأة كده. هو الاي بريك. يعني ايه? يعني اطلع من اللوب. بريك هي يعني اكسر كل حاجة. يعني اكسر اللوب يا جماعة. اطلع من اللوب ما تكملش. ما تكملش. برينت بال. برينت بال. مين يقول لي بقى ايه اللي هيحصل? يا جماعة. مين يقول لي ايه اللي هيحصل? هيبقى يمشى على كلمة في حرف الحد اما يجيب حرف الاي. فايجي عند الاي والتي والار الشرط مش هتبه. حلو. اول ما الشرط يتحقق لجملة. المقصود بجملة بريك ان هو يصلع برك ان الاكسر مش موجودة ويتبع الكلمة بتاعتنصر له باللي هزا ايه? الله يروع لك. الله يروع لك. ماشي? قال ايه بقى? قال ايه? قال دلوقتي اللوب دلوقتي هيشتغل على كل في دي. يعني ايه? هيروح يسلم على كل حرف. حلو. انا لو سبتها كده وقلت له برينت فال هروح يسلم على كلهم. على الاس والتي والار والاي والان وجي. لو مجبتش اف. لو مجبتش اف وبريك هيروح يسلم على كلهم. هيطبعهم كلهم. طيب انت عايز ايه طيب? لا. انا عايز روح يسلم على حرفين تلاتة وبعد حرفه معين يطلع من اللوب. لو بعملها ازاي? اقول له ايه سهلة. ايه بال اكوال اكوال اول. اعمل ايه? بريك اطلع يا معلم. اطلع وجري. طب يعني ايه? طب اول اول لفة هيتبع ايه? هيتبع الاس. يروح يشوف الاس. بتساوي الاي? لا. فهيتبعها. انت في السليم. عدي. التاني لفة. هروح على تي. التاني بتساوي الاي? لا. متحققش. هيطبعها. هروح التاني لفة على الار. انت بتساوي الاي? لا ما بتساويهاش. اه طبعي. رابع لفة بقى. ها? هلوح على الاي. الباب بتساوي الاي? اه بتساويها. بريك اطلعي. اطلع من اطلع من اللوب. طب والباقي ها? ما عارفوش. هي دي وظيفة البريك. البريك ان هي طلعني من اللوب. بحدي اقول لي. ما نحس اخدمها ازاي دي? لا 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 لا. لا انت لو بتعمل مرتبات معها. بتعمل شيط مرتبات معها. بص? وعايز وعايز يبقى الحد الاقصى بتاعك مرتب معين. حلو? فتقعد تمشي 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 كده في المرتبات. تدينه انت آآ 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 لستاية ولا حاجة بالمرتبات. وتقول له في لاحظة كده. المرتب مسلا آآ آآ بيساوي مسلا قيمة معينة. اطلع من اللوب. بص? لها استخدامات. بس حسب. حسب ما انت عايز من برنامج. يعني لها كيس جدا. حسب ما انت عايز. بتاعتها او الوظيفة بتاعتها. اني اطلع من اللوب في اي وقت انا عايزها. حلو? وفي الاخر هطبع لي مين? هطبع لي برينت زايد. طيب. الكنتينيو بقى. الكنتينيو. كنتينيو يا جماعة. هي بعناها استمر. هي بعناها ايه? استمر. بس كده ضريف. على نفس المثال اللي فات برضو هنشتغل كنتينيو. عشان ايه? ما يبقىش في لبس. فور فال نسترينك. نفس الجملة. اللي يقول لقيمة في استرينك. اف فال اكوال اكوال اي. اف فال اكوال اي. كنتينيو. برينت فال. برينت زاينت. ايه بقى اللي يحصل هنا بصة رايز. هنا هيعمل بتاع ان الفاليو بيساوي الاي. يعني ايه? يعني في الحالة دي مش هيديك نتيجة. طب قبل وبعد هيديك نتيجة. مش فاهم حد. طب تعال نشوف. ايه فال ايكوال اي كنتينيو? دي معناها ايه? اول لفة هيروح الاس. هي بتساوي الاي? لا. يبقى هذا الطبع. اللفة التانية. التي بتساوي الاي? لا. هتنطبع. اللفة التالتة. الار بتساوي الاي? لا. هتنطبع. اللفة الرابعة. اللفة الرابعة. الفال بتساوي الاي? اه. خلاص? ايكتينيو هتشتغل. الاي نفسها مش هتنطبع. شايل الاي من اللعبة. شايل الاي من لا. ايه بالزبط انا وعيك. احنا خيط بصري احنا رحنا رحنا للشرط حققناه وشلناه من الجيم. شلناه من الجيم. طب 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 هيقف لو لو هيقف بعد الشرط ده يبقى دي لو هيقف بعد الشرط ده هيبقى بريك. لا قال لك كنتانيو يا عام. الخط اللي انا عايزه الاي ده هخطه وهارميه برا. حلو? كمل بقى. هيروح على الان. الان بتساول اي? لا. هيطبعها. هيروح على ال جي. ال جي بتساول اي? لا. هيطبعها. ها فهمنا. فهمنا الفرق جماعة عبدين بريك وكنتانيو. لس? نجي المسال بسيط عشان يعني المعنى يتضح. لس? ان شاء الله جماعة بعد ما بعد ما نخلص بتاعة البيتون وان شاء الله هتخص على مرة الجاية ان شاء الله. يعني احنا كده اسبوع الرابع اسبوع الخامس يعني حلو قوي كده. خمس اسبوع احنا يعني يعني حلوين قوي وكمية وقت كبير جدا بس. بس. هنعمل ايه بقى? هديكم هديكم بروبلمس كا آآ يعني اسايمينت. تمام? هزي البروبلمس مغطية كل الاجزاء اللي احنا خدناها. من اول لحد 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 الليست والطابل اللي حاجات دي كله. وحد الفانجشوز طبعا. تمام? حاجات بقى تجرب فيها نفسك بقى. حاجات تشوف فيها نفسك. قص طيب. اذا يا جماعة في من الفرق بين ها? بين آآ بريك وكينتينيو. في حاجة صعبة? دكتور معلش هو انا ان التفاصل عندي قبل بعد على طول فما حضرتش كونتينيو. طيب. آآ نقولها تاني. نقولها تاني. كينتينيو يا جماعة. كينتينيو انا بجيبها ليه. بص. كينتينيو انا بجيبها عشان استثني حاجة من الاوتبوت. يعني ايه? يعني ما اجا اقول له لكل قيمة في بتاعتش اهي. من الاس والتي والار والاي والانجي. الستة احرفتو يا جماعة. ايه فال اكوال اكوال اي. لو الفال دي بتساوي الاي. ها? شل ناتجتها. لس? اطلع بقية جيتها. بس كينتينيو على الايه? على الباقي. يعني ايه? يعني تعال اول ما روح على الاس هي بتساوي الاي? لا. يطبعها لي. روح على تيه? بتساوي الاي? لا. يطبعها لي. الار بيتساوي الاي? لا. يطبعها لي. يجي بقى عند الاي بقى. الاي بيتساوي الاي? ايوة عم بتساويها. فيعمل ايه? يعمل ايه? يشيل نتيجتها من الاوتبوت. يعني مش هيتبع الاي. هيخدها ويدميها برا. ليه? لان احققت الشرط. طب اللي بعدها هيكمل عادي. كينتينيو هتكمل عادي. كينتينيو تكمل عادي. ايوة. يعني هي كونتينيو ديت لما بديجي عند لحظة تحقيق الشرط في الاف. فتشيلها. تاخد. 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 ايوة تاخد الاي بيقال الله يا مورع. ايه? بيزي بريك. بريك بتروح ها? بتروح تكسل اللوب. اه. تكفل الشرط خلص. تكفل الجملة كلها. حلو. تطلع برا. حلو? لأ هنا بقى ايه? بتاخد ايه? ما يساوي الكونتينيشن. اللي هو الاي. حلو? هو هنا متحقق? متحقق. خلاص. طلعه برا. طب اكمل? اه ده الاسم الكنتينيو. كبير عادي. الان الجبهة والجي ايه? والجي جبها. ماشي يا شباب? ده الفرق من ايه? بريك وكنتينيو. طيب. في عدد يبقى كلمة كمان اسمها باس. اسمها باس. اما اترحها لك انت هيخيل لك ان هي بنهاش اي ستيل لازمة. ولكن لها لأ لأ لها لها يعني ايه? فشلالتي محترم جدا. دعا نشوف كده. هو انا يا جماعة بص. هو انا لو جيت في لوب زي كده. لو جيت في لوب زي كده. معي الشرمان دي احرص. يا جماعة. آآ الباص. الباص انا بستخدمها في ايه بالزبط. بص. ما اجي اه? ما اجي اعمل له زي كده. اقول له بيساوي. البي والاي والاس والاس. ماشي عمو. ماشي? بقول له. خاص? حفظناها بقى. لكل قيمة جوه سيكوانسون. هيروح يعدي على كل ايه واحدة فيهم. مرة على البي ومرة على ايه ومرة على ايه ومرة على اسه. ماشي عمو. خاص قارفناها. وجيت ما كملتش اللوب. وقيت ايه? ها? ما كملتش اللوب. خاص? اولطورا هتلاقي الانتربيتر زع فوشك كده. البرنامج زع فوشك. ولا يا عم فيه سينتاكس ايه اللي عم? يا عم فيه بعد فور انت انت متفهمش? سوريا. انت بعد الفور اه فيه جملة في اللوب. ايه اللي هيتكردر? فانت ما حضرتش حاجة. ساعتها ايه? ها? هيصارغ في وشك. فانا مش انا مش عايز اعمل اللوب دلوقتي. مش عايز اكتب جملة اللوب دلوقتي. اعمل ايه? اقول له باص. قل له بعد يصدق مش عديها معيش. باص. هي دي اله هي دي وظيفة باص? اه. وظيفة باص يا جماعة. انا بجيبها في لو انا ما كملتوش هو ما يقافش عليه. لو انا ما ما كملتش بتاع الفور ها? او ما يقافش عليه. يعني 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 هنا في الحاجة دي لما اجي اقول له فور كده وما كملش ما كملش جملة فور. اللوب ما كملش وقول له باص. هيقول لي حاجة? اه. طب هيطبع لايه? بايش هيطبع لحاجة. وانا هيعمل حاجة. ولكن الكود شغال. بس بس خبت. انت اصدق كده من الاخر يعني ان الباص دي انا بجيبها. عشان لو ما كملتش كود ها? او في كود يعد يعني اه هو ده يا جماعة. هو ده بالزبط. لما اجديني يعني مساء تاني. لا تاني وتاني كمان. بص رايز. لما اجي احجز او اعمل زي اللي انا اخدها النهاردة. انا اخد نهاردة فانكشن. او اجي اقوله ديف فانكشن. كريتلي فانكشن. حلو? اه وبين خصين كده يعني ده حاجة اسمها برامتر او او ارجويمنت جوه الايه? جوه الفانكشن. حلو? المفروض بعد الكلام بقى بعد ما نصلدوا يا جماعة اكتب ايه اللي جوه الفانكشن? ايه الميثود? ها? وايه الاتريبيوتس بتاعت الفانكشن? ما كتبتش. اقوله ايه? اقوله بس. بس. بس يبقى هو كده ايه? حط في المموري اسمها فانكشن. بتاخد ارجويمنت واحد. طب في الكود اللي جوه مفيش. بس هو احطها جوه ايه? المموري. طب انا عشان اعدي هزا الموقف. اعمل ايه? اقول له بس. يعني ايه بس? معلش انا لسه ما مجهزش كود بتاعي. ولسه احطها ان شاء الله فبس اعديها. حلو اوي. مثال تالت. لما اجي اعمل حاجة اسمها كلاس. او كلاس. طبعا الكلاس ده هيبقى شغلاتنا بقى في الو بي. بس? احضر شراب التفصيل. حاجة سهلة ومسيطة. اه? فضل. انا بستخدم اللي هي المسود اللي هي تبقى باص او اللي هي بتبقى اسمها بنحطه جوه باص. دي بنخزنها بس يعني نعمل بيه عشان نخزنها عشان لو احتاجناها نعمل فيها حاجة. ايوة ايوة نخلي الحاجة يستند باري. انا بحطها في المموري. تمام? ومش هنحط ايه جواها? فقول له باص. لحد ما ربها سهل كده وابتكر ايه اللي جواها? ساعة بقى اشيل باص واحط كوب بتاعها. وساعتها ما فيش اي حاجة ايه? ايه? او فيش اي احتياج لباص. لكن خلي مالك. لو قلت له فانكشن. ها? فانكشن. ارجس. من غير باص. اقول لك خط على انت راح فين? خط على خط على. يا حط يا ابني الفانكشن فيها ايه? مش هيسيبك. مش هيقولك سينتاكسي ارور. رأس? بتقسرخ في وشك. ها? حط يا ابني. فين فين الاتريبيوتز? فين المثل اللي جواها الفانكشن? فين? راح فين خط على. لكن الباص ولا هيسأل فيك. عاص فيهم يا باص. قال لك الرجل ده عايز يعمل حاجة كده على جنب وهيكملها فيها بعدين. فاعدها له عادي. تمام? هشوف الباص هيسيبك عبارة. لما اجي اعمل كلاس. لما اجي اعمل كلاس. ايه الكلاس ده? هناخده بالتفصيل ان شاء الله في وقته. كلاس كلاس اسمه الكلاس ده جوا حاجات. ماشي? وبعمل منه حاجة اسمها حلو. ما عملتوش. ومش فاكر هعمل ايه وراء فيه. خلاص ماشي يا اه كاريتو. قل له كلاس كزامبل. كاريت لي اه كلاس اسمه كزامبل. باص. لحد ما افتكر لحد بشوف لحد ما اعرف لحد ما اسأل اه اه كده يعني. كده الكود هيشتغل هيرن يا جماعة. مش هيطلع او بوت. ما فيش نتيجة. تمام? ولكن هيرن مليون في المية. باص? كده فهمنا يا جماعة الفرق بين وبريك وكنتينيو وباص? طيب. لحد الوقت تمام يا جماعة? لحد الوقت تمام? حلو اه. ناس كلها مش واحد بس ناس كلها. لو في اي مشكلة حبيبي. لو اي حاجة واقفة معاك لو سمحت قل لي. وبكرر المرة المليون لو سمحت اي كود من دي يا جماعة لازم يتنفس. لازم يتنفز. لو سمحت. طيب. تعال بقى. على الجزئية بتاعتنا بقى. خلاص? المهمة جدا جدا جدا. وان شاء الله اللي هتسمع معنا كتير في ال او بي. ايه? ايه اسمها الفانشنز. تمام? اسمها الفانشنز. احنا مهضة حد الوقتي حد الوقتي. احنا اخدنا اللوب بس. احنا اخدنا اللوب بس. تمام? هنزود بس الجزء بتاعة الايه? بتاع الفانشنز. يعني اخدنا فيه مسلا تلت ساعة نص ساعة كتير يعني لو 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 كترنا يعني. مرضو مش عايز ايه اتائل عليكم. بس انا انا اللي وصلني انا اللي وصلني من المعمل من المهندسة سمر ان هي الحاجات دي خلصوها كلها معاكم. لان اللي وصلني. ماشي? بس بس انا عمتا يعني يعني ما احترامي الجميع. ما احترامي للجميع. يعني انا ما بتكش حد قوي. انا انا نفسي خلصتها يبقى خلصت. انا ما خلصتهاش يبقى ما خلصتش. انا بتعامل مع هزا الايه? خلاص? طيب. تعالي نشوف بقى الفانشنز دي وظيفتها ايه? وبتشتغل ازاي? ها? وحوارها ايه? حوارها من اسها لحوارات. عايز بس الاول كده اعمل ايه? فلاشباك كده على البادجروند بتاعكم. انتو خدتوا اكيد في جابا او مين يقول لي الفانشنز دي انا معه ايه وظيفتها? انا بحتاجها في ايه? ها? لازمتها ايه من الاخر يعني? انا بقى الكود بس اعمل لما ارجع له بعد كده الموضوع يبقى ابسط. يعني بقى بقى بالكود او بخزن كود ها? جوه فانشن. ولو عايزة. تمام تمام بديها اي اسم انا عايزه. اسم لكون زو معنى يعني. ولما احتاجها. اعمل له استدعاء على طول. اعمل له كون. الله ينروح عليها. الصوت بيقطع من عندك. ايه واقع منها في حتة ان انا هكتب كود اكتر من ايه واقع. ما افضلش اقرر فهعمل استدعاء لاينز بدل ما اقعد اعمل لاينز كتير. زي الفول. وفي نفس الوقت. انا اوصله لانه هيبقى بوابينة وهقدر ارجع له بسرعة. حلو اول. حلو اول 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 او اول. بصي جمعها. الفانكشن او ديات او الدوال زي ما تحكيبت عاربي. من اهم اهم الدروس في البرمجة. يعني احدى احدى السياد اي لغة. ليه اعمل? اقول لك. اقول لك. اقول لك بمثال. لو سيادتك بتعمل برنامج كبير. والبرنامج كبير ده يا جماعة? ها? فيه فيه حسابات. خلاص? وفيه قوانين. كل شوية. هتعيد القانون. وتعيد الحساب. ايه شو ما دي? يعني انت بتعمل حوار ده مسلا في الشهر. يعني آآ الف مرة. هتقعد تكتب القانون بتاعك ده. الف مرة. كل شهر. يعني في السنة اتناشر الف مرة. هتكتبوا. ها? اتناشر الف مرة صاحب جدا. بتحسب حسابات لموظفين. وانت عندك موظفين آآ خمس تلاف موظف في شركة شدة كبيرة. بفروع مختلفة. وفيه معادلة بتحسب مرتباتهم. هتقعد تكتبها كل شهر خمس تلاف مرة. يا عامة تحطها جوة فانكشن. حطها جوة فانكشن. وما تحتاجها تكلت. يعني بتقدي يعني بتقدي وظيفة معينة. ما هتقول لي تمنى دلوقتي يعني اصدق كده مثلا. انا ممكن اعمل قلة حزبة. حلو? احط معادلة داعة الجامع في فانكشن. افتح فانكشن. اتضرب فانكشن والاسم فانكشن. ومش كونش واني اقوله زائد وناقص وفيه على بقى واعدة غالب نفسي. لما احتاجها عليها. للزابط هو ده. هو ده. كمثال بسيط. خلاص? اذا عبارة عن مجموعة جمل. ها? هزي الجمل مرتبطة. انا بحطها مع بعض في بلوك واحد جوة فانكشن. ليه امعلم? عشان تحقق. عشان تحقق مهمة معينة. مهمة محددة. او الملاديها او استدعيها تبدأ للشغل. بس حل بالك. وانت عمل تخزن فيها تخزن فيها تخزن فيها تخزن فيها ده كله في ميموري. لكله ميموري. حلو? انت تشتغل اول منادي عليها. اول منادي عليها. تبدأ تشتغل. بس? انا اعود بس اعود ادخلكو في 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 الفصل واحد واحد. انت تتكلم لما يدي عليك. ها? انت تتكلم وتقول اسمك لما يدي عليك. طب ما ما قولتش اسمك ما تتكلمش. هي شغالة بنفس هذا الكونسب. حلو اول. اعملها ازاي? اعملها ازاي? اعمل جوه البيتون ازاي? عن طريق كلمة اسمها ديف. ديف اختصار ديفينيشن. ديف. وحط له اي اسم من اختراع. بس خليلا. ما تحطش بقى اسم الفانكشن كده اسم تعمان. لأ. حط ميننج فون نيم. اسم زو معنى. بيقدي الغرض من الفانكشن. يعني هي 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 فرق بتاع الجامعة. يبقى له ديف اد. بتاع الطرح. اه ديف سابتراكت. اه بتاعت اسمه. اه ديف ديفيجن. عادي قولي حلوة او يعني اه اديها معنى عشان ايه? انا مادة عليها اعرف دي بتاعت ايه? صح كده? بالضبط. يبقى ديف. وديها الاسم المحترم بتاعها. وجوه الخصيم دول في حاجة اسمها برامترز. انا رفض الوقت. خلاص? يعني معاملات. انا بحتاج معاملات. بحتاج ايه من اليوزر? يدخل قيمة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة زي ما انا عايز. حلو? واعمل كلهم كده. واحط بتاع الفانكشن. بحط الكود اللي جوه ايه? اللي جوه الفانكشن. الحق من المثال انت توهتني. حاضر. بص يا عم. بص يا عم. بص يا عم. سال بسيط جدا. ديف. اول ما تشوف ديف تعرف ان فيه جاية جاية عن سيكل. جاية صواريخ. ديف. ها? اعمال لي فانكشن. اسمها معلم. جريت. وبين قصين النيم. اه. او المهيج كده يفتح لك اقواس كده. ويحط لك النيم. اه. لما معلم تيجي تناديها. تقول له جريت. لازم تحط بين قصين. النيم ده هو مين? اركز. اركز. يعني انا دلوقتي بايه? بكاري الفانكشن اسمها جريت. علم. طالب منك. لما واغزها يعني. يعني. جواها نيم. لما جن ديها بستحت بستحت. هنا كده. وبين قصين بول. شخص اسمه بول. جون. اه. 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 واطفر يعني اسمه ايه? قص. لازم انا هنا فوق. وانا 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 بحجزها او انا بقى بقى قصين يعني. اه للفانكشن قلت له بين قصين نيم. يبقى ما تسيبهاش فاضية هنا. حكش علي. انا متفقين يا معلم. هنا حطت لك نيم. تحط له هنا ايه? النيم بتاعت. تبقى ده جيبتها وصفة. يديك ايه رعطول? يقول لك احنا احنا متفقين فوق. يقول لك تجيب لي جريت وانقصين نيم. جيت لما يديتها ما قلتش النيم. ولا عبرك. ايه رعطول? ايه رعطول? ايه رعطول? هو عتستخدم السيرتي سري كي ويردس اللي في البيض. هو عتقول لي دف آآ آآ دف والي. دف اف الانتربيتر هيزع لك. خلاص? يبقى دف اختار اسم برا السيرتي سري ويردس اللي هم تقع اليوم. اي اسم انت عايز بقى? بس اسم يكون زو معنا. اول ما تنادع عليها يكون ها اعرف انت عارف بتاعت ايه? يبقى دف. هنا يعني حي تحية يعني. ماشي? اه دف للنيم. يعني حي شخص. كل الكلم ده 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 اخلي مالك جوة ايه? جوة يعني اول ما سأعى الفانكشن للصف ده هيتحقق. ايه عم? زائد النيم زائد جود مورنج. حلو اهو الكلام ده. يعني هي كل وظيفة هذه الفانكشن. السطر ده. يعني تجيب فانكشن كده ها? ومكلفها. وخطة مشوارة عشان اما عليش ما انا بديك مثال بسيط. انت ممكن تكتب جوة الفانكشنز اكواد زي ما انت عايز يدك. واحد يقول لي ايه ده? هننقل بقى جوة الفانكشن دي. اعمل برامج. اه بالضبط. حرفيا بالضبط. تعمل انت عايز وعايز. واول ما تنادع عليها. ها? كل البرامج اللي جوها تتحقق. جاست كولت. خلاص? يبقى حين عملت ديف. عملت كافها فانكشن. اسمها جريت. وعايزة مني النيم. اه الاسم. وكل وظيفتها انها في الاخر ايه? هتطبع لي هالو جود مورنج. وفي النص النيم يا عم. يعني سيادك حايت هنا ايه? قلت جريت احمد. هتقول لك ايه? هالو احمد جود مورنج. دي كل وظيفتها. حطيت هنا يوسف. يبقى هالو يوسف جود مورنج. حطيت هنا ابتسام. يبقى هالو ابتسام جود مورنج. ادي كل الغرض ايه? الغرض منها. طيب. حلو قوي. عملت كل الكلام ده. وقلتورا ولا هيسأل فيك. ولا هيعبرك. امتى هيسأل فيك سيادتك لما تقول له هاتلي بقى الجريت وجواها الاسم اللي احنا ايه متفين عليهم. واحد يقول له يعني النيم ده حط زي ما انا عايز. زي ما انا عايز. دي بقى جريت ويه بول. يعني هاتلي بقى الفانكشن بتاع جريت والشخص اسمه ايه? بول. راني معلم هيقول لي بقى هالو بول جود مورنج. جد منين? جد منين يا عم ما هي? ما هيجوها الفانكشن اهي? بص. رجاست ان انا استدعتها هيتنفس كل ايه? الكورة. يا جماعة الكلام صعب ولا ايه? طب يا دكتور معلش. فضل. وهو فيه في دماغي فكرة معانا من برنامج يعني اللي عملناها بالدفينيشن. اللي هي الفانكشن. هو ممكن يعني ممكن حاجة يعني تشرف اذا ما اتخلص الشرح ده. اه لو ممكن نعمل الفانكشن. مسلا هو عايزني استقبل من البيوزر مسلا. مسلا يعني ولو ممكن مسلا خمس اركام مسلا. استقبل من البيوزر خمس اركام. وعايز اعمل بفانكشن واحسب الصم. المشكلة غايص. يعني نقدر نعملها ازاي الحي الفكرة دي. ايه المشكلة غايص? اعمل دف كده وحط الاسم اللي انت عايزه. ولا يكون دف كالكوليشن. اه لا دف مثلا كالكوليشن. اه دف الصم مثلا ماشي تماما. او الصم او الصم. انت عايز حتى حتى ماشي دف الصم ماشي دف الصم خلاص ماشي. وشوف كده في في الارجومينتس انت هتاخد منه قام قيمة. يعني ممكن تقول له ايه? تقول له نام وان كومة نام تو كومة نام سري. يبقى انت كدة ساعة هتاخد منه قام تلت ارقام. يوزر غزبن عنه هيدخل تلت ارقام. وتيجي هنا يا رايز كده. وتيجي هنا بانت كده. تقول له او قبلها. تقول له صم بيساوي. صم بيساوي. نام وان بلس نام تو بلس نام سري. ادي ايه? طب ولو عايز يا دكتور لنا لنا جانا المفروض انا اعمل فورلوب واليوزر هو اللي يدخل الارقام دي. يا رايز اعمل اللي انت عايز. حطه هنا معيش. لكنك بتشتغل على البرنامج عادي جدا. خلاص? وحطه جوه فانكشن. مفيش اي مشاكل. مفيش اي عايز تحط شرط. عايز تحط لوب. او واتفر بقى. اعمل اللي انت عايزه هنا. لا اصدق ليه لوا? هعمل لنا الفورلوب. انا هعمل فورلوب جوه الفانكشن ولا برا الفانكشن? لا جوه الفانكشن. عشان لما تناديها تقعد تشتغل. خلاص? عشان لما تناديها تقعد تشتغل. بص بص. جرب وقول لي. يعني روح كده بعد ما خاصل المحاضرة. روح جرب الفكرة في دماغك. ماشي? وديني كده. اقول لي انا عملت ايه? مص? ماشي. 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 بس هقول لك حاجة. ابدأ في موضوع فانكشن واحدة واحدة. ازاي? انا عايز دوقت فانكشن زي ما انت قلت. تعمل لي اه مجموع ومتوسط. حالو. حالو قوي. يبقى هقول له دف. وقال ليكم كالكوليشنز. واخد مليوزر. نام وان ونام تو ونام سري. حالو. خدتها القيم. ايه ده بقى اقول له? الصم بيساوي ايه? نام وان زائد نام اتنين زائد نام تلاتة. ادي الصم. برينت صم. قاعدة هطبع الصم. الافرج بيساوي ايه? نام وان زائد نام اتنين زائد نام تلاتة. سلاش سري. وصل حسابي. مجبوعة القيم عاية عددها. خبص? برينت افرج. حالو او كده. كده عدد لقى ايه? ها? الفنكشن زائد الفل. روح بقى في الرن. قل له وحط بين قصين واحد واتنين وتلاتة. لازم يقول لك المجموع. الصم هيساوي ستة. اللي هو مجموحهم. والافرج هيجمع الستة عالتاتة. يقول لك ايه? اتنين. حصل الحوار ده. يبقى انت عملت باشا الفنكشن عشرة على عشرة. طيب. عايز بقى عايز بقى ادخل عايز بقى ادخل جوها شرط. ادخل جوها لوب. روح معلم جرب. روح جوه الفنكشن كده تحت الدف. حط شرط وحط لوب وقيت حياتك. تمام? وشوف ايه اللي هيطلع. بس اهم حاجة وانت بترن. لازم تكتب ها? لازم تكتب ليه? لازم تستعدي استعدي ليه? الفنكشن الساعة عادة بتابعها. يعني بعد ايه اللي هي اكتب الخاصية اللي اسمها عادي اللي هي ممكن ادخل خمس ارقام. لا بص بص. لا خلي المدخلات خلي المدخلات تيجي من فنكشن فوق. من البرامترز. ماشي? هو ممكن تحت كده. ممكن تحت تشغالها. ولكن بص ما تصعبهاش حافظة دلوقتي. خد الفنكشن واحدة واحدة. اعمل اول حاجات سهلة بسيطة. بص لحد احد ما تكبر في الحوار. قبلنا اعمل بحاجة الكهارات لبيرة. بص 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 تقدر تحط جواها اللي انت عايزه. ولكن ولكن حاليا خد قيم من اليوزر حطها بتوين البراكتس اللي فوق ده. اللي اسمها البرامترز او الارجومينتس. بص عشان تشتغل ايه? عشان تشتغل عليها. واستغل بكده. مكتب نام وان ونام ونام سري ولا مهم الفور هي اعتم لاها وخلاص. يا عم اللي انت عايزه. انت عايزه. انا بديك مثال صغير وبسيط جدا جدا جدا. انت انا من غير من غير لوب. من غير لوب من غير شرط. انا لما اديك المثال يجدهولك من غير شرط. لديك ابس المثال في العالم. انت بقى عايز تروح تشغل على لوب يقوى ياخد القيم. زي الفل. زي الفل. خلاص? احنا نهاردة اخدنا اللوب واخدنا الفانكشن. حط اللوب اللي احنا اخدناه جوه الفانكشن كده اجرب. وشوف اتنى هتحصل ايه? تمام? ده بالعكس ده انت كده ربطت من كل الامثال اللي احنا اخدها. ربطت من كده درس. الدنيا عنا كتبت بقى واضحة جدا. تمام? المهم حاليا حاليا عرفنا ازاي الفانكشن بتكادت? ازاي بحط جواها الكوت? ازاي ها بستدعيها? طيب. في عندي بقى حاجة اسمها ليتيرن. عشان بقى نعرف بقى المعلومة كاملة. عشان نعرف المعلومة كاملة. ايه ليتيرن بقى? بص. لما اجا اقول له او الناس اللي كانت قولك ايه احط الشرط واحط لوب. اه يا عم اجيل واحدة او. كنت بس اصبرت شوية. ربنا هيبعد بس اصبر. ماشي? جيت ايه? قلت له اه كده برنامج. اه برنامج هيديني كده القيمة الموجبه. اللي هو اه 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 انا عايز مهما اليوزر مهما اليوزر حط قيمة تطلع بالموجب. اه برنامج صغير كده. عن طريق الفانكشن. مهما اليوزر حط قيمة تطلع موجبه. ملاح ازاي دي? تعال نشوف نهو الفكر. هقوله دف. ودي يا عب اي اي اسم كده. ولا يكون ابسليوت فاليوم. وحط من قصين كده مم. دي معناها ايه? معناها انا محتاج قيمة تتحط مع الفانكشن. حلو. خد عم الشرط جاهه. واحد قولي ايه 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 شرط جاه جوه? يا باشا حط جوه اللي انت عايزه. حط لست. حط طابل. حط لوب. حط فانكشن. حط اللي انت عايز تحطه هاي جوه ليه? عادي جدا. عادي جدا. ايه اقول لك برنامج جوه برنامج. برامج جوه عادي جدا فيش مشاكل اف النم دي اكبر من اوتساو سفر لو النم دي اكبر من اوتساو سفر هيعمل ايه ريتيرن نم رجعني النم يا عم واحد اقول لي هرجع هاي زي ما هي اه ما هو قال لك اكبر من اوتساو سفر دي معناها ان هي ايه قيمة موجبة يعني صفر واحد اتنين تلات اربعة خمس ادي قيمة موجبة هيترني مين النم من غير اي اضافات طب لو كان حاجة تانية مين يقول لي هنا معناها ايه? لو كان ناجة ايه لو اقلم السفر هنا معناها لو اقلم السفر خلاص? هتعمل لي يعني هتريتيرن مينوس نم يعني ايه يعني هتضرب السالب في السالب اللي هو اصطر عليها يعني اقدر النم ده مسلا مينوس وان يبقى ماينوس في ماينوس. هيديك ايه? هيديك موكبة. يعني من الاخر هيديك النعمة. في الحالتين هيديك قيمة موكبة. هو ده المعنى بتاع ايه? طب يلا عايز بقى ايه? ها? عايز رون ببنائك. عايز رون. ما انت لو عملت كده بص لو عملت كده على قد الكم سطر دول. وقلت رن ولا هيسأل فيك. انت حدود في المموري. لازم تنده لها. فهنا هنده لها في البرينت. هقول له البرينت. برينت. ابسوليوت فاليو. اه اقضع لي الابسوليوت فاليو. ليه ايه? ليه الفانكشن. بس? وبعد اذنك كده باستخدام الرقم اتنين. هنا قال لك نام. لازم تحط له ايه? قيمة هنا. اتنين. حلو? فاديك ايه? اديك اتنين. ده اللي تنفز اهو. لان الرقم اكبر من او سوى السفر. ورجع لك مين? ورجع لك الاتنين. طب ايه بقى. لو انا جيت هنا وقلتو برينت ابسوليوت فاليو. وحطيت مينس فور. هيرجع لها ايه? هم? هرجع لها ايه? هم? فور. هرجع لي فور. لان ضرب ال هو قال لك في 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 مينس في مينس فور اللي هي موجب فور. اللي هي فور. قلص? في الحال تاني يا جماعة هيرضي لك ايه? قيمة موجبة. سواء اه فوق او سواء اقلي من الصفر. هيددي قيمة ايه? قيمة موجبة. مسال برضو بسيط جدا. نعم اتضل. هواين فاحط مصلا جملة اللي هي اول جملة بعد والتانية بعد التانية على طول. لحظة لحظة اذا احطيها فيين? اه. لا ايه. ايه بعد بعد جملة احط اه 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 اتنين. وبعد احط اه بحيس تتحقق يعني? اه بس خلي بالك. لو انت حطها جدا جدا ده دي كلها انت مضطرة تاني تستدعي الفانكشن. طب ما انا خليتها كده. سرعتها جوه? وانا وانا جوه سرعتها ازاي? وانا براها. هم ما اطلع برا. اجيب? انت بدي جوه تقول وانت عميات سراخي ما حد سمعك الا انت. ما حد سمعك الا انت. افتاح الباب وتزععي كل اسمعك. يا ناسي ما سجعها تحت الثمان. بصي بصي وانت جوه وانت جوه ماشي. كلك في الميموري. كل الفانكشن في الميموري. لازم تطلعي برا وتقول يا بسود فاليو. تعالي. اه. اعمال انت عايزها. حط هنا هنا اه الاعابي في الكود زي ما انت عايز. ماشي? انا بحب الحوار ده. اه 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 موه في الكود زي ما انت عايز. بس بس طول ما انت هنا رئيس انت انت جوه الفانكشن. لازم تطلع برا خالص كده في موحدات الفانكشن دي وتنادلها. تقول لها يا ابسود فاليو. تعالي. كده يا جماعة? طيب. الحوار بتاعك ده بقى. يعني الصوار بتاعك ده. هيوديني الحاجة اسمها اسكوب. يعني ايه اسكوب? يعني المدى بتاع اه الفانكشن. هناخد كده مثال بسيط جدا. هيعرفنا حاجة مهمة جدا جدا جدا. طيب. هنا هيقول لي دف. انا يا جماعة ما تلاقوش. انا عارضنا خلاص. انا عارض الناس. الناس قل انا دلوقتي. يعني ساعتين اللي تلت. يعني لسه ربما اخدناش الكم الكبير. ولكن احنا قربنا نخلص. يعني هم ربع خمس سات بكتير. فما تلاقش. ما تلاقش. دف. دف ماي فانك. اعمال لي فانكشن اسمها ماي فانك. ايه. واحد قول لي ايه ده ايه ده. ست القوصين فاضيين. ما ابرحت يعرف. ما ابرحت انا حق. احط جوه احط البرامتر. ما احطش. احط الارجومنت ما احطش دي بتاعتي. معلش بعد ازنك. طيب حلم. جوه ماي فانك ايه اللي هيحصل? هقوله الاكس بعشرة. خلي بالكو. خلي بالكو. جوه ماي فانك. ماشي? هقوله الاكس بكام? بعشرة. طيب. برينت فانكشن الاكس. اطبع لي اه 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 اه. وهدخدمتي اللي ايه? الاكس. اللي هيب كام? بقى عشرة. اهي. اللي اعرفك. ما هي? ما هي? ما هي? احطاج حاجة. احي اكس بكامة بعشرة. بحد الوقت هي. الاكس بكامة بعشرة. طيب. جيت هنا الاكس ايه? بره الفانكشن. بيه اللي قال لك? ما هي? مش هنا. تقول اي حاجة هنا تبع المعلمة دي. ماشي? طلعنا بره يبقى مستخل منفصل. الاكس بيساوي عشرين. الاكس بيساوي كام? عشرين. جيت هنا نديت على الفانكشن. واحدة ليه? عشان تتنفذ يا حبيبي. تعالي نقول لهم مر مليونة عشان تتنفذ. هو هتنسى دي. هو هتنسى الناس اللي والله الناس بتعمل ما لهاش حل. خلاص? وتيجي تنسى استدعيها. يبقى انت عملت ايه? انت عادت تخزن تخزن تخزن. هتاكل امتى? خلاص? يبقى لازم تكلت. كنت ازاي? لانت تقول له ماي فانك وسبها فاضية اهو. ليه? لانا هي فاضية فوق اهي? واحدة ليه طبعا احط هنا. هتفعل فوق. هنا فاضية سيبها فاضية. هنا نيم تحطيه نيم. هنا نمبر تحطيه نمبر. بص امشي حسب الرول اللي انت عملتها فوق. بص ما تقلفش. حلو. طب هنا بقى تحت ايه ده ايه ده ايه ده. ده هنا ده هنا طبع اه اكس جوه الفانكشن وهنا اكس برا الفانكشن. يا طرى الاكس اللي جوه هنا. زي الاكس اللي برا. مين يقول لي يا جماعة? مين يقول لي? ها? هو انا مشاهدة لا يا بخنا يا. وهنا هرجع فرق. ها? واحد 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 واحد. هرجع هنا في الحالة ديها فرق بين حاجات معه لوكل وحاجات معه جلوبال. الله رابو عليك. برابو عليك. انت راجل فاهم عدوك. انت راجل فاهم. بص? اللوكل اللوكل معناها ايه? اللوكل معناها اننا ها بحط حاجة جوه معينة. متشافة جوه الفانكشن معينة. بص? دي معناها ايه? متشافة في كل اجزاء البرنامج. يعني وقت مناديها على ايها موجودة بخيمتها لايه? الاصلية. اقول مش فاهم يعني بالتوضيح. بص رايز. الاجس دي تبع مين? ها? تبع مين? تبع الفانكشن. يبقى يتعامل مع الفانكشن وحاجاتها. يبقى الاجس هنا بكام? بعشرة. يبقى الاجس هنا نوكل وقيمتها بكام? بعشرة. الميج يتبع دي. يقول لي فانكشن عشرة. صح. صح. باي. تعالي بقى. الاجس هنا برة. الاجس هنا برة. بيساوي عشرين. هل لما يقول لي لي فانكشن? لا. يجيب لي اللي هي معاها. اللي هي بعشرة. هي بعشرة. تب لما ييجي برة بقى ويقول لي. بكام? ساعتها بقى يقول لي عشرين. بص يبقى كل ما هو طبع الفانكشن يتنفذ مع الفانكشن. كل ما هو برة? لا. ده بيت نافذ يستمع البرنامج ككل. اه. بلعك في العربية كده جده. انت بقى. ناس معا يا جماعة ولا مشغولين بالعربية? ها? كي يا جماعة? المثال يا جماعة سهل ولا صعب? المثال سهل ولا صعب? ها? طيب. كده. اه. فين وعين يا جماعة من الفانكشن? فين وعين من الفانكشن? بص في عادل حاجة اسمها بيلت ان فانكشنز. بيلت ان فانكشنز. في حاجة اسمها البيلت ان فانكشنز جماعة دي فانكشنز موجودة في البيصل. سيادتك اللي ما عملتهاش. انت بس تستعيها. انت بتنريها. وحاجات جاهزة. واحد يقول لي من. طيب اعرفها منين? لا 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 ده موال. ده مئات الفانكشنز. وقد تمتد الى الاف الفانكشنز. دي من خبرة الشغل ومن خبرة الكودينج سيادتك بتكسبها. طيب اليوزر دي فانكشنز بقى. لا لا. طيب بقى جيتم لعبي. اليوزر معا دي فانكشنز انت اللي بتكريتها بمزاجك. باسلوبك. زي ما انت عايز. ازاي بقى? بقى نشوف كده. لما اجا اقول له دف. لما اجا اقول له دف. اول ما اقول له دف يا رماعة دي يوزر ديفايند فانكشن. فانكشن من انتاجي انا. خلاص? زي اخدناهم دول كلهم. قلو دف جريد نيم ومسج نفس الكلام يا رماعة. برينت هالو نيم وزياد المسج. دي طالب منه حاجتين. النام والمسج. دي اسمه رسالة. خدنا مثال زي كده. طيب. ده اسمه. بين بقى القسين دول اجماعة انا بحط حاجة اسمها واحد يقول لي ايا هي والله الاسمين صح. الاسمين صح. اللي جوه القسين دول ها اسمهم اسموهم الاتنين صح. هي طب مني حاجتين يبقى احط حاجتين اهو. جريد مونيكا جود مورنين. النام اللي هو مونيكا والمسج اللي هي جود مورنين. اعمل هيبقى هالو ها هالو مونيكا جود مورنينج. ايه. خاص? كلام بسيط وكلام ايه? وكلام سهل. طيب. السؤال بقى. اه اخر حاجة انا اخدها كمان. اخر حاجة. اخر سلايت. لان اعتقد فيه. اه اخر حاجة خلاص. اخر حاجة. لو انا بقى عايز ادخل اه? اكثر من عايز اكتسب هالي مفتوحة. اعتقد دي كانت حتة برضو واحد الهالي كده في النص. انا عايز اخلي اليوزر ادخل قيمة خمتين ثلاثة اربعة خمسة زي ما هو عايز. بس اقول حضرتك دلوقتي ايه اهي جات ثلاثة لوحدها. كل بص بص في حاجات انا انا متعمد بقولهاش في وقتها. ليه? هتبقى صعبة عليك دلوقتي. لكن بعد شوية اما تكبر شوية هتلاقيها جاية في وقتها والديمية اتحلت. ايه? فانت ما تلاقش كل حاجة جاء ان شاء الله. لو عايز احط مدى لا نهائي من او من البرامترز. اقوله بقى بنقصين كده نم واحد ونم اتنين ونم تلاتة ونم اربعة لحد نم مليون. لأ. لك فيه طريقة حلوة قولي يا عم. اعمال لي اسمها جريد. حلو. وحط راح تقول ليه? مش دي بتاح الضرب دي? اه. بس هنا مش هتضرب. هنا مش هتضرب. اما اجا اقول له اسس نمس دي? معناها اي. ها? اي قيم اسماء. يعني ايه? اسم اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كنت يا باشا مفتوح بقى. عرض مستمر. طيب. طيب بقى عشان اللي كان من شوية بقول لي ايه? هو انا ينفع ليه اللوب. او جيله واحده. اللوب هنا جيله واحده. ولازم يجي هلو? قلت له ها? قلت له اي 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 اسم هنا? لازم بقى ساعت هنا اللوب يحضر. والحاجة يجي. فين بقى? لكل اسم من هذه الاسماء. سواء حطت اسم او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. لازم يجي اللوب بقى. لازم يجي سلم عليهم. لازم يعدي عليهم واحد واحد. ما تقول لهش اه اه كده وتسيبه. لأ لأ عايزتهم اه حتة لوب كده. ها? تروح تجيب كل واحد وتدي عليه. رس لكل واحد من دول. ما له يا عام? هلو والنبل انت حطيته. هلو والنبل انت حطيته. طب تعالي بقى ايه? نقول له بقى استدعينا بقى ايه? وبين خوسين يا عام رس رس بتاعتك. بين خوسين حط اللي انت عايز تحطه بقى. حطيت اسم اتنين تلاتة اربعة خمسة عشرين تلاتين اربعين والله لو لو عملت ايه? شاغلين مع ليه? سيبهلك مفتوحة فوق. زي? حطيت ايه? فهنا حطيت ايه? مونيك ها? لوك ها? ستيب جون. الناس دي كلها اسمها. اول ما جرم هيقول له دي بقى لا تنفس. دي لا تنفس. هلو مونيك ها? اللي بعده. خد اللي بعده. هلو ها? لوك. هلو ستيب. هلو جون. هلو احمد. هلو محمد. هلو واطفر بقى. ايه انت تكتبها? طب يا دكتور انا عايز الاسماء دي اليوزر هو اللي يدخلها. انا دلوقتي كده انا اريد ان ابدخل الحاجات دي. ايه? وانت مش يوزر برضو ولا ايه? ده انا عايز اليوزر برا يعني فرم نفس. جوه اللوب يا غايز. جوه اللوب. حط الانبوت عادي. ايه مشكلة? خلاص? ها? جوه اللوب. جوه اللوب. حط جوه اللوب. اه. اه. ايه المشكلة عادي? ايه مشكلة? جرب كده وشوف يا رايز. جرب وشوف. بس هنا هو بص يعني يعني. احنا هنا معتمدين حاليا معتمدين على برامترز سابقة. ان هي انا بحددها لما اجي استدعي الفانكشنز. لكن انا لو عايز اليوزر احط يا عم ايه مشكلة. مفيش اي مشكلة خالص. مفيش اي مشكلة. روح عاللوب كده. بتحط. دي بقى الحاجات بقى اللي هي عايزة. ها? عايزة شغل بقى كده. بس الحاليا. حاليا يا جماعة الحاليا في مشكلة. ها? بتاع بتاع الفانكشنز في مشكلة? يا شباب. اللي هي شهران النهاردة. لاي. في اي مشاكل? في اي حاجة صعبة. لا لا. وجزء وجزء كبير شوية معلش. هو يعني 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 لوب مع جزء كبير شوية. ولكن احنا بقى مضطرين نعمل كده عشان انشاء الله المرة الجاية ننهي. المرة الجاية ننهي. عشان نتفضلن لها كده سبع تمن المحاضرات او بي. هيكافينا ان شاء الله وزيادة هاي. هيكافينا وزيادة. اوكي? اي اسئلة يا جماعة? اي اسئلة? دكتور ان شاء الله انا احاول اعمل القود اللي انا قلت له حياك عليه اللي هو ده وابقى بعته لحضرتك. ماشي. ماشي ماشي. واقول لك رأيي برضو حاضر. معناها حاضر. ماشي. اوكي يا جماعة. يلا سمعيكم. انا هنكتبت الغيات هنا يا دكتور ولا مش في غياء ما فيش غياء للمورجي ولا ايه. ايه باش اه هتكتب الناس كلها. الناس جاهدة. انا كده 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 بداول لوس اه بداول لوت اه سوري ماشي. انا اعملت ايه للاتننس. كويس? ولو البتاعة مش مفتوحة حاضر. هفتحك دلوقتي. ماشي. وسيادتك هتكتب الايه? هتكتب الايه بايه بتاعك. حاضر. يعني الحال دلوقتي برضو انا مش مش اقفل لما ايه تكون متأكد ان الحاجة شغالة عشان ايه ده اهو. انا كده يا جماعة انا دلوقتي حاليا فتحت الايه? البوستس. تمام? سيادتك بقى تكتب الايه ايه واناش اه ابتدته ما شاء الله. اوكي يا جماعة. يلا صمع عليكم. اشتركوا في القناة